نواصل هذه التقطية من رؤية ونتوجه إلى جانبين الجانب الميداني في غزة والعسكري في غزة وأرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي أستاذ نضار أبو زيد أستاذ نضار مساء الخير أهلاً وسهلاً وبدي أبدأ معك إن سمحت بآخر الطورات العسكرية في قطاع غزة تفضل يعني أسعد الله مساءك أنت ومشاهدك الكرام أستاذ محمد اليوم لمسنا هناك تطور كبير في العمليات معظم العمليات كانت متركزة على المحور الشمالي وبالتحديد في المناطق التي ظاهرة على الخارطة أمامنا مباشرة وهي المناطق من معبر إيريز إلى جباليا إلى الشاطئ وباتجاه مدينة غزة بشكل كامل ما ظاهر اليوم بشكل جلي وظاهر بشكل كبير أن الجيش الإسرائيلي يتعمد التقدم باتجاه المناطق الشمالية وبالتحديد يريد الجيش الإسرائيلي الذهاب باتجاه مناطق على ما يبدو من زي ما ظاهر أمامنا على الخارطة مباشرة هذه المناطق بالتحديد من معبر إيريز شمالا باتجاه جباليا من مناطق شمال تحدث عن شمال قطاع غزة وهو المركز والعمليات الرئيسية لقوات الاحتلال وهي تركز على هذه المنطقة نعم وأنا تحدث عن جباليا جباليا تعرض للقصف مستمر ومتواصل ومتكرر رغم مجزرة الأمس التي أحدثها الاحتلال لماذا؟ نعم يعني أعتقد أن هذه المنطقة منطقة جباليا بالذات وشمال جباليا بالتحديد هذه المنطقة أصبح هناك استعصاع لقوات الاحتلال من الدخول فيها على ما يبدو أن قوات الاحتلال لا تريد الدخول في المدينة في مدينة جباليا بل تريد الذهاب إلى تخطي المدينة وهو معروف عسكريا تخطي جباليا عسكريا؟ نعم زي ما ظاهر على الخارطة أستاذ محمد جباليا منطقة كثيفة بالسكان من ناحية من ناحية أخرى طبيعتها الجغرافية طبيعة سهلية إلا أنها كثيفة بالمباني المترامية فما بالك إذا ما أخذنا بعين هذه المباني إذا قرر أنه يريد شطب جباليا تقول لي بدي أتجاوزها صح؟ نعم يعني عسكريا يريد أن يمر من شمال القطاع باتجاه مدينة غزة وبشرطة يعني بأي اتجاه يريد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القوات الإسرائيلية تتقدم من الشمال باتجاه جباليا ومن جباليا بالتحديد تريد تخطي هذه المنطقة والاتجاه باتجاه مدينة غزة إذا عرفنا الهدف الرئيسي للقوات الإسرائيلية نستطيع أن نصل إلى نقطة أن القوات الإسرائيلية لا تريد الدخول في المدن وبل تذهب باتجاه تخطي تدمير هذه المدينة بالكامل تدمير جباليا بالكامل بالكامل من خلال القصف وهذا ما يفسر سبب القصف الكثيف على جباليا في فترة الـ 24 ساعة الماضية وبالتالي هو يريد تدمير المدينة بالكامل وتخطيها تجنباً الخسائر في صفوق قواته لا يريد من قواته الدخول في المدن ولا يريد الحرب داخل المباني المهدمة والمهجورة وبالتالي هو يريد تخطي جباليا والاتجاه من هذا المحور إلى شمال غزة زي ما هو ظاهر على الخارطة هناك أيضاً نقطة ملفتة للانتباه لاحظنا أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اتجهت من منطقة زاكيم أو بالتحديد من قاعدة زاكيم إلى مخيم الشاطئ وبالتحديد عند شارع عشر وهذا الشارع هو الشارع الموازي لطريق سلاح الدين التي تكلمنا عنها سابقاً وبالتالي نستطيع الوصول إلى أن القوات الإسرائيلية على هذا المحور تتجه بالتجهين متوازيين بحيث أنها تصل إلى شمال غزة وبالتالي إحاطة غزة من المنطقة الشمالية أنا أعني غزة المدينة لماذا يريد غزة المدينة؟ لأن غزة المدينة على ما يبدو أن القوات الاحتلال لديها معلومات كثيرة عن أن هناك عمليات قوية في مدينة غزة وأن قيادات المقاومة يبدو أن تدير العمليات من هذه المدينة بالذات لأنه يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لهذه المدينة وبالمناسبة الكتافة السكانية من أعلى الكتافات السكانية في العالم هي هذه المنطقة بعض الدراسات أشارت إلى أن 417 نسمة لكل كيلو متر مربع وبالتالي هذا رقم كبير جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القوات تضغط من مناطق جباليا زي ما هو ظهر على الخارطة تماما من معبر إيريز إلى جباليا وتخطي جباليا باتجاه شمال مدينة غزة ومن منطقة زكين باتجاه شارع عشرة باتجاه شمال غزة إذن هناك انفتاح باتجاه جنوب مدينة غزة ما التفسير لذلك التفسير ترك منطقة جنوب غزة بالضبط الآن يبدو أن الاحتلال يهدف من خلال هذه العملية إلى ترك مجال للعدد السكان الموجودين في غزة منفذ جنوبي لذلك لين؟ لنبريجل، لنصيرات، لما هي كلها منطقة تعرض للقصف نعم صحيح، لكن هو يريد ترك منفذ لسكان مدينة غزة بالتحديد للذهاب جنوبا حسب ما أعلن أكثر من مرة ما يفسر كلامنا أين يقع وادي غزة في هذا؟ وادي غزة بالتحديد هو جنوب مدينة غزة مترامي يقطع من شرق غزة بالتحديد من حدود قطاع غزة مع قلاب غزة إلى شاطئ غزة بالضبط وحسب مشارع الخرطة أمامنا مباشرة الآن يبدو أن القوات الإسرائيلية تريد الضغط من الشمال بالمحورين التي تكلمنا عنهم ترك منفذ للمدنيين للانسحاب إلى خارج حدود وادي غزة ثم أعطاء مجال للقطاع الذي أو للمحور الذي تكلمنا عنه يوم أمس والذي يتجه من شرق قطاع غزة باتجاه البريج باتجاه جحر الديك حتى يصل إلى طريق صلاح الدين وبالتالي بهذه الخطوة الغير متزامنة ما بين المحاور الشمالية والمحور الشرقي بعد خروج المدنيين يريد الإطباق على غزة المدينة وبالتالي بهذه الخطوة أعتقد أن القوات الإسرائيلية ترمي إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة كما تكلمنا في حلقات سابقة من برنامجك أستاذ محمد طيب إذا ما استمرت وإنت اليوم جحر الديك تحديدا كان فيها عمليات أسكرية طويلة اليوم ونشرح بالتفصيل هذه المنطقة لماذا يهتم فيها الاحتلال إذا حطبناها على الخريطة لو سمحت سويبول يعني بالتحديد جحر الديك تأتي شمال البريج بالضبط في المنطقة المشار إليها بالخارطة وهذه المنطقة هي منطقة صغيرة منطقة زراعية أرض مفتوحة وبالمناسبة هي لا يوجد فيها أي مانع طبيعي يعيق تقدم القوات لكن الملفت أو المغري للقوات في هذه المنطقة بالتحديد أن منطقة جحر الديك هي منطقة جغرافية تؤدي إلى إذا ما وصلت إليها قوات الاحتلال الاحتلال تؤدي إلى الوصول باتجاه الطريق العرضاني الطويل وهو طريق صلاح الدين وهي أقرب نقطة إلى منطقة صلاح الدين وهي مفتوحة لا تعيق تقدم القوات الإسرائيلية وبالتالي لا تتوقع القوات الإسرائيلية وجود مقاومة عنيفة في هذه المنطقة ابقى معي سيندار سأتوجه مباشرة إلى غازي العلول المراسلنا في غزة غازي مساء الخير آخر تطورات بداية لدي غازي نعم مساء الخير محمد آخر تطورات تتعلق بما يجري على الأرض فعليا من توغل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور نتحدث عن أربعة محاور الآن يجري فيها اجتباكات عنيفة الأول هو الشمالي الشرقي لمدينة بيت حنون وهناك معارك ضارية في هذه المعركة البرية بالإضافة إلى المحور الشمالي الغربي من الناحية الأخرى منطقة الكرامة وهذه المنطقة التي دمر فيها الكثير من المباني وتوغلت فيها أليات الاحتلال وجنود الاحتلال بالإضافة إلى المحور الشرقي لمدينة غزة بالتحديد حيء الزيتون والشجاعية وهذا المحور تلقى فيه الاحتلال صفعات قوية للغاية حيث نشرت كتاب القسام وكذلك سرية القدس بعضا من الصور للاشتباكات التي خاضتها خلال هذا اليوم وكانت قد دمرت دبابتين واستهدفت قوة الراجلة في أكثر من مرة سواء في بيت حنون أو في حي طبعا الزيتون أما المحور الثالث والذي حدثت فيه الاشتباكات اليوم لأول مرة وهو المحور الغربي لمدينة غزة بالتحديد منطقة شارع ثمانية أو منطقة الدحدوح وتل الهوى وكان هناك تفعيل لوحدات القنص من قبل المقاومة الفلسطينية وتمكنت من رد الاحتلال في هذا الجانب كذلك يمكن الإشارة إلى عدد كبير من الاستهدافات أبرزها كان استهداف جديد في مخيم جباليا ومجزرة جديدة وقعت في هذا المخيم الذي يعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان بالنظر إلى أنه مخيم للاجئين والمنازل والبيوت فيه متلاصقة ومتقاربة للغاية وكان الحديث عن عشرات الشهداء وكذلك مئات المصابين ولكن لم تصدر وزارة الصحة أي بيان حول الأرقام النهائية ذلك لأن عمليات انتشال الجثامين لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى أنه كان هناك استهدافات عديدة في أكثر من محافظة شهدت هنا محافظة خنيونس استهدافان خلال الساعات الأخيرة بعد هدوء استمر لساعات الاستهداف الأول كان لمنزل يعود لعائلة الأسطل ولكن لحسن الحظ هذا المنزل كان غير مأهولا بالسكان واستهداف آخر طال مجموعة من المدنيين الشرق أو غرب مدينة خنيونس وارتقع لإثري هذا الاستهداف ثلاثة من المواطنين وصلوا هنا إلى مجمع ناصر طبي بالتالي هي عملية مشتركة سواء من البر أو البحر أو الجو في الوقت الذي تشارك فيه المدفعية وتواصل قصفها للحدود الشرقية للقطاع ثم زوارق حربية إسرائيلية تستهدف أيضا المناطق الغربية من شاطئ بحر غزة كل هذا يأتي في وقت تناشد فيه وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة إدخال الوقود لمستشفيات القطاع بعد تهديد مستمر لهذه المستشفيات بالتوقف إذا لم تدخل مادة الوقود خلال أيام المقبلة نتحدث عن المستشفى الأندونيسي بالإضافة إلى المستشفى الشفاء الطبي وكذلك كان صباح هذا اليوم إعلان من قبل وزارة الصحة حيث أعلن الدكتور محمد زقوت وهو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة أنه طبعا المستشفى الصداقة التركي قد توقف عن العمل نتيجة الاستهداف المستمر له وفي محيطه وأيضا لعدم توفير الوقود اللازم لتشغيل هذا المستشفى الذي يخدم عشرة ألاف مواطن فلسطيني من مرضى السرطان ويقدم خدمة المبيت لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مريضا فلسطينيا وهذا الأمر هو بالفعل ما يهدد حياة هؤلاء المرضى وسيم أن مستشفى الصداقة التركي هو الوحيد المختص لمرضى السرطان بمختلف أنواعه بطبيعة الحال ولا يمكن نقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى بالنظر إلى القدرة الاستعابية التي وصلت إلى 170 من المئة داخل المستشفيات التطور الإنساني الذي شهدناه اليوم هو إخراج حالات من مستشفيات القطاع إلى مصر نحو 80 حالة خرجت إلى المشافية الميدانية قبل أن نتوجه إلى موضوع المعابر وسأسألك تفصيل عن ما حدث على معبر رفح اليوم ونحن نتابع هذه الصور المباشرة لقنابل مضيئة في غزة المدينة تضيء سماء هذه المدينة هذه القنابل المضيئة التي تتزامن غالباً مع عمليات عسكرية على الأرض أو محاولات لإضاح صورة لجنود الاحتلال الذين يتلقون صواريخ وأسلحة المقاومة في هذه المناطق غازي اليوم تحدثت عن استهدافات متكررة على عدة محاور والمقاومة تحدث عن عمليات عسكرية مستمرة وعن اشتباكات مسلحة ضارية ما بينهم وبين قوات احتلال هل هناك معلومات في قطاع غزة إذا ما كانت هذه القوات التي اختحمت هذه الأماكن تسيطر على الأرض هناك أم أنها معركة كر وفر؟ هي بالفعل محمد معركة كر وفر الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع المكوث في المحاور التي يقاتل فيها لمدة طويلة ومدة زمنية أطول من اللازم نظراً لأن المقاومة الفلسطينية ترصد كل التحركات على الأرض سواء من خلال الطائرات المسيرة المستخدمة لجمع معلومات استخباراتية أو حتى عن طريق المقاومين الفلسطينيين الذين يخرجون من فوهات الأنفاق التي يدعي الاحتلال أنه دمرها بشكل كامل هذا كله يدفع الاحتلال للتقدم لبضعة أمتار ومن ثم العودة ويقوم باستهداف المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات بالمدفعية وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية بعنف في هذه المنطقة اعتقاداً منه بأن المقاومون الفلسطينيون يبقون في مكانهم الذي تخوض فيها الاشتباكات ولكن العملية من الجانبين تكون من خلال كر وفر أين يتواجد جنود الاحتلال يخرج لهم المقاومون الفلسطينيون من كل الفصائل ويتواجهون معهم محمد اسمح لي معي هنا دكتور نهد أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر بداية دكتور أهلاً بك معنا أريد الحديث عن الحالات التي خرجت إلى خارج قطاع غزة والآن تتلقى العلاج في مصر أهلاً وسهلاً بكم صحيح العديد من الحالات تحتاج إلى تحويل العلاج بالخارج تقريباً تحدثنا فيه مراراً وتكراراً في الأيام السابقة اليوم أول دفعة من هذه المرضى من هؤلاء المرضى يتجهون معبر رفاح إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج وتقديم الخدمات الجراحية المتقدمة لهم طبيعة الهالة التي خرجت كسور متهتكة في العظام كسور في العمود الفقري إصابات شديدة في الرأس تقريباً خرج من قطاع غزة حوالي 80 حالة مجمع ناصر الطبي تم تحويل 19 حالة من هذا المجموع نأمل أن يستمر تحويل الحالات لأن كثير من الحالات تحتاج إلى تحويل الخارج مبيتة في أقسام المبيت وتحتاج إلى تدخلات جراحية عديدة ومعقدة في ظل نقص الإمكانيات والقدرات لدى الكادر المحلي دكتور هل تكون المفاضلة من خلال طبيعة الإصابة وحجمها والإمكانات المتاحة هنا داخل المستشفى أم أنكم تحاولون إخراج أكبر عدد ممكن من المصابين نعم تكون هناك مفاضلة من الجرحة يحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة وتحتاج إلى كادر ذو خبرة في هذا المجال في مجالات معينة مثل جراحات العمود الفقري وجراحات العظام الترميمية للعظام ومن طرف آخر نحتاج إلى إفراغ بعض الأسرة لأن الأسرة ممتلئة فيها المستشفيات ونحتاج إلى استكمال العلاج لهؤلاء المرضى لإتمام شفائهم دكتور ظهرة تقارير تقول بأن عدد من المصابين الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى المستشفيات هناك قد استشهدوا نتيجة تعثر الإجراءات ربما أم أن حالتهم لم تكن تستحمل هذا الطريق وهذا السفر الكثير من الحالات كما تحدثنا هي حالات حارجة جدا في مستشفيات غطاء غزة ومبيتة في أقسام العناية المركزة تحويل هذه الحالات الصفر الطويل والانتظار لساعات في الإسعاف قد يعرض حياتهم للخطر وقد يستشهدوا الكثير من الحالات استشهدوا وهم ينتظروا التحويل إلى الخارج الكثير منهم تم كتابة لهم تحويلات للعلاج بالخارج لاستكمال علاجهم ولكن استشهدوا لا حول ولا قوة إلا بالله طب دكتور أريد سؤالك حول قضية المنع الأمني هؤلاء مصابون غالبيتهم من المدنيين والأطفال وكذلك النساء ويمنع الاحتلال إدخال بعض الحالات اليوم كما قال رجال الإسعاف أن أربع حالات رفض الاحتلال إدخالها إلى مصر ما موقفكم في هذا الإطار؟ الكثير من الحالات تم رافض مرافقيهم وليس فقط المرضى يوجد عدد من المرضى تحولوا بدون مرافقين بدون مرافقين وهذا لمنع الاحتلال من مرافقة ذويهم وهذا يمثل عبء كبير إذا كان الجريح يحتاج إلى تحويل الخارج ويحتاج إلى عمليات أو تدخلات جراحية معقدة لا نستطيع إتمامها في قطاع غزة نتيجة نقص الإمكانيات والقدرات اللازمة لهذه الشريحة من المرضى هل هناك عدد أو إحصائية ممكن رصدها في ما يتعلق بالحالات التي تحتاج للخروج إلى مصر أو الضفة الغربية التي تلقي العلاج؟ العدد كبير جدا المستشفيات ممتلئة مدة مكوث المرضى في المستشفيات كبيرة جدا لا يوجد أي سرير فارغ الآن في مجمع ناصر الطبي وكذلك في المستشفيات الأخرى الكل يرى أن المرضى موجودون في الممرات وفي الساحات ويحتاجون إلى تحويل لأن أغلب المرضى أو الكثير من المرضى يحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة وخصوصا مرضى العظام يحتاجون إلى جراحات ترميمية للعظام وجراحات تجميل وكثيرة وعديدة لكثير من المرضى الموجودين داخل الأقسام المفيدة دكتور سؤالي الأخير هناك حديث يدور حول إمكانية توقف مستشفى الشفاء مثلا أو المستشفى الأندونيسي وكان هناك توقف لمستشفى الصداقة المرضى هناك إذا لا سمح الله ما حدث هذا الأمر وتوقفت المستشفيات عن العمل هل يمكن لمجمع ناصر الطبي استقبال هذه الحالات أم أن القدرة الاستيعابية لا تسمح بذلك؟ القدرة الاستيعابية لمجمع ناصر الطبي في الوقت الحالي لا تصلح باستقبال أي إصابة جديدة لأن تقريبا انشغال الأسرة في المجمع أصبح 130% نحن ضعفنا عدد الأسرة أكثر من مرة وضعفنا سرة العناية المركزة أكثر من مرة ولا نستطيع استقبال أي مريض جديد في المجمع الآن لا يوجد أي سرير لإدخال مرضى المرضى موجودون في قسم الطوارئ لا نستطيع إدخالهم لأقسام المبيت لأنه لا توجد لدينا أسرة فارغة في المجمع الكثير من الإصابات تحتاج إلى تحويل الكثير من الإصابات تحتاج إلى عمليات عديدة نجري يوميا 30 إلى 40 عملية جراحية ما بين عملية عظام جراحة عامة وجراحات تجميل يوميا قسم العمليات يعمل على مدار الساعة لإجراء العمليات وإنقاذ هؤلاء المصابين الكثير من المرضى مرضى حروق نسب تتفاوت من 20 إلى 60% وهؤلاء المرضى يحتاجون إلى دخول إلى قسم العمليات يوميا للغيرات يوميا لهم في قسم العمليات كون قسم العمليات أكثر أقل التهابات وأقل عدوى لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون من غيرات نظيفة وتطهير للجروح أفضل من أقسام المبيث المبيتين فيه نعم أشكرك جزيلا أشكر دكتور ناهد أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر ومجمع ناصر الطبي هنا إذن محمد هي حالة إنسانية تتفاقم بمرور الوقت غازي اسمح لي بالسؤال هل لديكم معلومات إذا ما كان سيفتح معبر رفح يوم غد باستقبال حالات جديدة ستحول إلى مصر هل هناك معلومات حول هذا الموضوع غازي محمد المعلومات المتوفرة في هذا الإطار متعلقة فقط بحملة الجنسيات الأجنبية هناك كشف كان من المفترض اليوم لبعض الحالات وكان من المفترض أن يخرجوا من خلال معبر رفح ولكن لضيق الوقت والازدحام والعدد الكبير لم يتمكن جميع المواطنين من حملة الجنسيات الأخرى من الخروج من خلال معبر رفح بالتالي سيلتحق بهم الدور غدا كما أبلغنا ولكن فيما يتعلق بالحالات طالبة وزارة الصحة باستمرار هذا التدفق للجرحة والمرضى الذين هم بحاجة للعلاج في مستشفيات الخارج ولكن حتى هذه اللحظة لا تأكيد إذا ما كانت مصر ستستقبل مصابين آخرين في هذا الجنب أشكر كل الشكر غازي العلو المراسلون من خانيونس كنت معنا وبشرتها من قطاع غزة أشكر كل الشكر غازي أعود لك يا سيد طال محاور أربعة وقبل ذلك أسألك عن المشهد الذي كل ليلة منشوفه القنابل المضيئة نعم والتوصيف العسكري لهذه القنابل المضيئة التي يستخدمها الاحتلال كثيرا في ساعات الليلة في قطاع غزة نعم شاهدنا هذا المشهد كثيرا حسب ما رشح من وسائل الإعلام في المناطق الشمالية من قطاع غزة وشاهدنا جزء منها مع ساعات المغرب تقريبا في المحور الشرقي الذي تكلمنا عنه قريبا من جوحر الديك ما بين جوحر الديك والبريج هذه القنابل تستخدمها القوات الاحتلال لحالتين الحالة الأولى قبل مرحلة التقدم تريد إضاءة المنطقة حتى تساعد أجهزة الرؤية الليلية الموجودة مع القوات الإسرائيلية والتكنولوجيا العالية من أجهزة الاستشعار حتى تساعدها في رؤية المنطقة الموجودة أمامها أحيانا يتم استخدام هذه القضاء في الإنارة أو إنارة المنطقة لتساعدها في عمليات القصف أيضا وبالتالي قبل أي هجوم رئيسي أو أي تقدم للقوات استخدمت هذه الإنارة ودليل على ذلك أنه قبل الهجوم الذي شنت القوات الاحتلال باتجاه مدينة البريج قبل 72 ساعة تقريبا من الآن استخدمت هذا التكتيك بإنارة المنطقة قبل التقدم لها هنا أود أن الذهاب قليلا الأستاذ محمد باتجاه القاطع الشمالي أو المنطقة الشمالية فقط نقطة جديرة بالاهتمام إذا ما أخذنا نظرة شمولية إلى العمليات نجد أن العمليات تركزت على ثلاث مناطق رئيسية ووردت أسمائها بشكل متكرر على الإعلام وعلى خط واحد المنطقة الأولى كانت منطقة العطارات وهذه المنطقة تقريبا على غرب مدينة جباليا وبالتحديد حسب ما هو ظاهر أمامنا على الخارطة في هذه المنطقة بالتحديد المنطقة الأخرى كانت منطقة الكرامة وهي غرب منطقة العطاطرة قبل منطقة الشاطئ وهي بالتحديد على هذه المنطقة والمنطقة الأخرى هي بوابة النسر وهي الشرق مدينة جباليا ماذا يعني ذلك؟ نرى أن تلك المناطق التي ترددت باستمرار على وسائل الإعلام نعيد بعد ذلك المناطق أنت كربت المناطق الثلاثة التي تتركز فيها العملية المنطقة الأولى منطقة الكرامة نعم وهي بالمناسبة إلى الشرق من منطقة الشاطئ ما بين جباليا والشاطئ والمنطقة الأخرى وهي منطقة العطاطرة وهذه المنطقة إلى الغرب من جباليا والمنطقة الأخرى هي بوابة النسر إلى الشرق من جباليا هذه المناطق الثلاثة تركز فيها العمليات تركزت فيها العمليات وردت كثيراً على وسائل الإعلام منذ ساعات الصباح ونحن نسمع كثيراً أن هناك عمليات كر وفر في هذه المنطقة وحتى إصابات القوات الاحتلال حصلت في تلك المناطق ماذا يعني ذلك؟ وجود هذه المناطق الثلاثة على خط واحد متوازي هذا الخط إذا ما نظرنا له يوم أمس تكلمنا أن قوات الإسرائيلية وصلت إلى مسافة تقريباً ثلاثة كيلومتر إلى الشمال من جباليا الآن نتكلم عن خط جديد متوازي تنتشر فيه هذه الثلاث مناطق الرئيسية بالتالي نستطيع الوصول إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت نوعاً ما إلا أن هذا التقدم لم يتجاوز مسافة الواحد كيلومتر جنوب أو غرب منطقة أو قرية جبالي هذا التقدم البطيء خلال فترة 24 ساعة منذ ليلة أمس حتى اليوم يشير إلى أن هناك استعصاء أمام القوات الإسرائيلية في التقدم مقاومة كبيرة تواجهها قوات الإسرائيلية هنا سأذهب معك إلى القوات الإسرائيلية أو طبيعة القوات الإسرائيلية المقاتلة في هذه المنطقة بالتحديد هي المنطقة الشمالية الممتدة من الحدود الشمالية لإقطاع غزة وحتى الخط أو المحور الذي تكلمنا عنه ورد على الإعلام الإسرائيلي وبالتحديد على صحيفة معاريف أن القتلى الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي وعددهم تقريباً وصل إلى 13 قبل ساعة أو ساعتين أن اثنين منهم من كتيبة الصبار وهؤلاء الذين أصيبوا بالعملية المباشرة وبالتحديد من عملية القنص أو الإصابة لمسافة الصفر السبع الآخرين من كتيبة أخرى وهي من كتيبة 177 المشاه الباقي العدد أصيب من لواء آخر هذه الكتائب كلها تتبع إلى لواء جعفاتي وهو لواء النخبة الذي تكلمنا عنه يوم أمس وبالتالي نستطيع الوصول من خلال المصادر الإعلامية الإسرائيلية التي تكلمت عن أعداد الإصابات وطبيعة الإصابات وطبيعة الوحدات العسكري الذين يتبعون لها أن اللواء الذي يقاتل في المنطقة الشمالية أو القاطع الشمالي من قطاع غزة هو اللواء الجعفاتي اللواء النخبة الذي تكلمنا عنه يوم أمس الآن إذا ما ذهبنا جنوب واللي مش قادر غير يطلع كيلو يدوب من مبارح لليوم وهذا أمر يعني يدلل عنه يشهد هذا القاطع الذي تقاتل فيه ألوية النخبة للاحتلال يشهد مقاومة شرسة بالضبط بالتالي لواء النخبة بهذا الكم الهائل من المدرعات المركبة وآليات النقل أو ناقلات الجنود من نوع نمر التي تتقدم باتجاه هذه المناسبة تواجه بمقاومة شديدة شهدناها على بعض المقاطع الذي تم نشرها من قبل المقاومة بأسلحة أو الميمدال أو أسلحة مقاومة الدروع من ياسين 105 بالمناسبة سلاح الياسين 105 كثير المقاومة بثت قبل قليل فيديو لاستهداف لقوات الاحتلال سنتبعه مع الزملاء الكرام بعد رحضات وهو يعني يدلل أن المقاومة تملك الكثير مما خبأته للاحتلال أثناء دخوله قطاع غزة صحيح؟ تكلمنا عنه يوم أمس أننا سنشهد خلال الليل مفاجآت كثيرة وقلنا أن هناك المفاجأ ستكون هذه العبوة المضادة للأفراد بحسب توصيف الجهاز الإعلامي للمقاومة والإعلام العسكري الذي تحدث عن استهداف قوة للاحتلال بهذه القبولة بالمناسبة السلاح الذي تم استخدامه أو الذي ورد كثيرا على الاستخدامات من قبل القوات الإسرائيلية هو العبوات من النوع الذي ظاهر على الشاشة المباشرة وهذه عبوات تدميرية عالية التدمير وتستخدم ضد التجمعات البشرية وكما ظهر من خلال الفيديو الذي تم نشره من قبل المقاومة وشاهدنا عمليات الاستهداف تمت إلى التجمعات البشرية أو التجمعات الجنود وليس للمدرعات لأن المدرعات تم مواجهتها بسلاح الميمدال ياسين 105 بالمناسبة سلاح الميمدال ياسين 105 هو بالأصل صاروخ الـ RPG-7 وهو روسي الصنع المسافة أو أقصى مدى لهذا السلاح هي 250 متر وأكثر مدى فعالية لهذا السلاح هي 150 متر أعني بأقصى مدى فعالية أن دقة الإصابة تكون أعلى على مسافة 150 متر هذا السلاح أعلنت عنه المقاومة منذ 2004 لدخوله بالمقاومة إلا أنه تم تطويره وتم استحداث قوة تدميرية أعلى حتى تستطيع مواجهة ناقلة النمر أو دبابة المركابة عالية التدريع كل ما يحدث الآن هل يشير إلى أن الاحتلال يحقق أي أهداف عسكرية حقيقية على الأرض برأيك؟ رغم الإعلانات الإسرائيلية المتكررة لأنني لا أعتقد أن هناك تقدم كبير للقوات الإسرائيلية وأن المقاومة ستتصعد أتوقع خلال 24 ساعة القادمة أن يكون هناك المزيد من الخسار في القوات الإسرائيلية المقاومة بدأت تحسن من مواقعها وبالتالي سنشهد مفاجآت زي ما قلنا يوم أمس شهدنا مفاجآت في الأسلحة وشهدنا مفاجآت في المكان أعتقد أن مفاجآت ليلية ستحدث هذه الليلة وبالتحديد على القاطع الشمالي من العمليات أشكر كل الشكر نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجدك معنا ليلى سنتحدث أكثر غدا حول تفاصيل جديدة إن جدت الأمور ونأمل دائما كل الشكر لك ونأمل دائما المقاومة الفلسطينية في غزة النجاح في كل ما تفعل وهي تفعل كل ما حلمنا به يوما أشكر كل الشكر مرؤوس النضال